يتميز الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت بسرعة نقل الخبر والأحداث وتداولها بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الشبكة العنكبوتية لكن يبقى هناك التزام يجب أن يتحلى به نتيجة تداول أي قضية أو رأي أو تحليل والحديث أكثر عن هذا الموضوع الرحب معكم مشاهديننا بضيفنا الكريم عبد الرحمن الحزيم رئيس اللجنة الاجتماعية بالإعلام الإلكتروني مساك الله بالخير عبد الرحمن مساك الله بالخير أستاذ روان حياكم الله حياك الله رح نتكلم عن الموضوع جدا مهم عبد الرحمن خصوصا الحين ما في بيت يخلي من شخص أو خنقول أغلب الأشخاص الموجودين في المنزل يستخدمون أو متواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة موضوعنا الحين هل ترى فعلا الإعلام الإلكتروني بدأ ينافس ويتحدى الإعلام التقليدي؟ بالطبع أستاذ روان الإعلام الإلكتروني حاليا مو بس ينافس نقدر نقول أنه وصل إلى المرحلة الأولى أو المركز الأول أنزل في الإعلام في مستوى على مستوى العالم بقى مو بس الدولة على مستوى العالم نعم نعم لكن يعني سبب أنه أنت ثقتك في الموضوع وتقول بدأ مو بس يعني أنه ينافس لكن يمكن وصل إلى المراكز الأولى شو ما السبب؟ هل كثرت الناس اللي قاعد تستخدم هذه المواقع؟ سبب هذا النجاح؟ سرعة نقل الخبر طبعا في المركز الأول سرعة نقل الخبر نعم أنزل السلاسة في نقل الخبر يعني في اللحظة على طول يعني وين كنا أول وين صرنا الحين ننتظر أول يوم كامل لن يوصلنا الخبر الآن في نفس اللحظة الواحد بمكانه يوصل الخبر على طول لكن هذا ممكن أن يأثر على مصداقية الخبر يعني فجأة نشوف خبر نزل بهالمواقع أو في بعض المواقع على الإنترنت تلقاها بعدين بعدها بشم ساعة يقول ولا ينفونا إشاعة طبعا كان الشيء هذا موجود قبل لا يتطبق قانون ثمانية على 2016 اللي هو؟ اللي هو قانون الإعلام الإلكتروني بعد غانون الإعلام الإلكتروني أصبحت هناك مسؤولية كل شخص مسؤول عن وسيلته الإعلامية لأنه يكون هناك مسؤولية غانونية كاملة فبدأنا نلاحظ الدقة في نقل الخبر ونقل الخبر من مصادرها الموثوغة النسبة الأكبر طبعا نعم هناك يعني البعض ولكن النسبة الأكبر لكن تشوف حرص مثل ملاك المواقع الإلكترونية أو مستخدمين هذه المواقع فعلا قاعد يحرصون على صحة ودقة الخبر هل عندهم حس في تناول الخبر والقضية اللي راح يطرحونها؟ طبعا هناك يعني حس قانوني مو بس قانوني اجتماعي أدبي الآن قانوني اجتماعي أدبي لأن أصبحت وسائل الإعلام قبل يعني ما يخفيكم قبل كانت وسائل الإعلام غير معروفة الآن معروفة لدى الجميع بالاسم بالشخص بالإدارة في نقل الخبر فالخبر يكون فيه مصداقية لكن احنا بحكم مجتمعنا عبد الرحمن يعني ما على كثر هذا التفتح لكن يعتبر مجتمعنا عنده نوع من الخصوصية والتحرج في مناقشة بعض أنواع القضايا الحساسة بالنسبة للإعلام الإلكتروني في دولة الكويت هل تشوف أن هذا خدم أن يكون المجتمع أكثر تفتحا لمناقشة هذه القضايا الحساسة؟ أم لا يزال في تحقق؟ بالنسبة لأن كوننا اتحاد الإعلام الإلكتروني لدينا ميثاق شرف اللي هي من الناحية الأدبية من الناحية العرفية في مسائل أدبيا ما يجوز التطرغ لها في مسائل غانونيا ما يجوز التطرغ لها في مسائل ما تخدم أي شخص التطرغ لها مسائل ضر سياسة البلد الخارجية أو الداخلية طبعا ما يتم التطرغ لها أبدا لكن من الرقيب؟ من اللي يراقب الإعلام الإلكتروني هنا؟ عندنا وزارة الإعلام إدارة النشر الإلكتروني توقع هي المراقب الأول للصحف الإلكترونية لكن شون تقدر تحصر هذه الكمية من المواقع التي تطلع بشكل يومي يمكن نلقى بداية الموقع يمكن عشر مواقع أنا أتكلم عن المواقع المرخصة وليست المواقع اللي هي بدون ترخيص أو جهة غير معلومة أو جهة خارجية تبث من برة نتكلم عن الموضوع الشيء المرخص فقط اللي هو خاضع لقانون ثمانية عالفين وستعشر قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني فوزارة الإعلام هي المسؤولة عن المراغبة وهي المسؤولة عن يعني نقدر نقول فلترت يمكن هذه فلترت الأخبار نعم لكن لو نتكلم يعني أكيد خلال خبرتك عبد الرحمن هل في مثاق مثلا شرف لملاك هذه الخدمات الإلكترونية أو هذه المواقع لازم القائمين عليها يلتزمون طبعا هناك ميثاق شرف بأننا ملاك الصحف الإلكترونية ومتفغين على المبادئ الأساسية تأييد قرارات الدولة وسيادة الدولة وجميع ما يضر الدولة عدم نشره عدم نشر الأمور الغير أخلاقية عدم نشر الأمور التي لا تليق للتداول من باب الأعداب العامة نعم عدم التعرض إلى الذات الإلهية والذات الأميرية وعدم التعرض إلى مغام سيدي سمولي العهد نعم هناك عدة أمور نوعا ما المفروض أو بشكل كبير لازم يلتزم فيها لكن لا يخلو الموضوع أكيد عبد الرحمن من بعض في ضعفاء النفوس أو في من يستخدم هذه المواقع بطريقة سيئة سواء مثلا لترويج لخبر خاطئ أو إشاعة أو الهجوم على أشخاص معينين شون طريقة التعامل مع الأشخاص هذه؟ بالنسبة لنا كوننا وقعنا على ميثاق الشرف أدم التطرق إلى الأمور هذه ولكن من يتطرق لها أتوقع أن هناك غانون ينظم العملية وتجوز المسائلة له ويتحمل خطأه نعم لأنها ليست من الباب الأداب العامة أبدا نعم لكن احنا شفنا يمكن البعض خد الموضوع بطريقة شخصية بدأ مثلا يطبق بعض الأجندات اللي عندها قد يضرب شخص ومؤسسات حكومية في بعض الأمور أن يتداول حتى أخبار ما هي صحيحة أصلا وقعد تكون إشاعة وقعد تسبب قلق ونشوف ناس قعد تتداولها إذا نفتقد له للمهنية وإذا ماكوا مهنية ما توقع يعني أن وسيلة الإعلامية راح تكون ناجحة أبدا لكن شلون؟ احنا ما ندري منه اللي قعد يشوف ولا منه مرتاد هذه وسائل التواصل الاجتماعي على ما يتم التأكد أو مثل ما أنت تفضلت قلت أنه راح يفقد المصداقية ونجاحه راح يكون لفترة قصيرة لكن قاعد يشوف الحين في كثير من المواقع أغلب أخبارها ما هي صحيحة وإشاعات وقاعد تبث أنت ما تفضلت نوع من القلق ولا تزال الناس متابعتها هناك نوعان النوع الأول اللي هو مرخص من قبل وزارة الإعلام يخضع لقانون 8-2016 فالإعلام ملزمة أنها أهل اللي تحاسبها وتحولها إلى نيابة الإعلام النوع الثاني الغير مرخص اللي بث إشاعات اللي تطرق له أشخاص معينة المؤسسات معينة بث إشاعات مغرضة هذا طبعا يحاسبون الجرائم الإلكترونية يخضع إلى قانون الجرائم الإلكترونية نعم وهذا الشيء مرفوض يعني جملة وتفصيلة الأمر هذا مرفوض لدينا جملة وتفصيلة كعبد الرحمن ودي أخذ رأيك من ناحية تعاطي الأخبار المهمة في البلد شون تشوف سير الأمور نسبة الأخبار الصحيحة والأخبار المهمة وتسليط وضوء عليها تأخذ حيز الأخبار الصحيحة طبعا نأخذها من مصادر الدولة الرسمية ولها كامل الحيز اللي تأخذها الأخبار الغير صحيحة نادرة جدا جدا وتكاد تكون أغرب مالها إلى الخطأ فقط تكون أخطاء هناك أما أنها مقصودة الحمد لله ما قاعد نشوف الشيء لكن أنتم مثلا إذا سمعتوا بخبر وعندكم أنتم المصدر الصحيح لهذا الخبر وأن شفتوا أن الناس قاعدت تتفاعل مع إشاعة أو خبر ما هو صحيح تتفاعلون معه بحيث أن أنتم تنزلون مثلا تصريح إن نزل تصريح إن نزل تنويه إن نزل بيان رسمي إذا كان هناك لمؤسسة حكومية بيان توضيح إن نزل على طول أول بول إذا كان هناك بيان رسمي إن نزل على طول تحرصون أن أنتم تتوعون الناس بما أن هذا يعني عالم التكنولوجيا بشكل سريع وانتشرت كل هذه الوسائل بين إيدنا بوقت جدا قصير يمكن البعض ما هو عارف يستخدمها بطريقة صحيحة هل من جانب من عملكم أن تحرصون أن تتوعون الناس بطريقة تقصي للخبر تأكد من صحتها عدم تداول الإشاعات مثلا يعني تتخذون هل جانب في الخدمة المجتمعية نحرص على ذلك طبعا نحرص على تجنب الأخبار الكاذبة والتوعية والإرشاد فيما يفيد للمصلحة العامة تمام وبال الختام عبد الرحمن حاب توصل مثلا كلمة أخيرة أو رسالة لكل من يعني موجود ويتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي أو يتابع بعض المواقع الإعلام الإلكتروني طبعا أتمنى منهم تجنب الإشاعات وتجنب الأخبار الغير صحيحة والتمسك والحفاظ على ميثاق الشرف والمهنية في الموضوع وشكرا لكم على حسن إضافتكم عياك الله يا عبد الرحمن أتمنى لكم أكيد كل التوفيق يا ربي شكرا كل الشكر لك